إنتائج مرحبة أنا آسف لإني تأخرت شو بلشناه؟ بسمة!! هاهار مرحف إجرد أمكانك؟ إه أعرف إني تأخرzza بس أنا كنت عم بصف أرباية أشياء العشوائية أرباية أشياء العشوائية طيب جاهزين نبلش؟ جاهزين نحن جاهزين يلا نبلش يلا نبلش يلا نبلش يلا إيش بدنا نلعب اليوم؟ بدنا نلعب؟ لعبة كتير حلوة شو هي؟ ما تفكت؟ خلونا نفكر خلونا نفكر يلي كتير ألعاب؟ همي كتير ألعاب؟ فكتير ألعاب؟ ما تفكت؟ هم؟ لازم نفكر هاي؟ هاي؟ ها؟ اه انا عرفت شو؟ يا شو؟ خلونا نحضر المقابلة وبعدين بنفكر تمام مقابلة؟ ها؟ مقابلة؟ ها؟ صابور وبحي عود يكبر رسع الفون بكرا عم يستنانا 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 بكرا عم يستنانا 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 أهلاً سمسمنا يعني بدنا نشكر قرقور وبس موجات أعطونا مجال هيك للمقابلة نتعرف أكثر على الموسم الجديد من أهلاً ومن رحب بي الأستاذ خالد حداد أهلاً وسهلاً المنتج والمنفذ أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً أستاذ يعني أستاذ الموسم الثاني نحن على شاشة رؤية ولكن نتمنى فهمت من حضرتك عم بتصوروا مواسم كمان جديدة حكي لنا عن خلفية البرنامج لو سمحت كيف بلش البرنامج وكمان حكي لنا لو سمحت عن العمل المتواصل والدقوب اللي عم بصير على هذا البرنامج يعني بلش البرنامج من عدة سنوات بلشنا نحضر للبرنامج قبل التصوير للبرنامج زيما بتعرف أنه ورشة سمسم دائمة بكل برامجها بتعتمد على البحث وبالاستشارة مع المحليين دائماً بالتالي كان في مجموعة من البحوث من قبل التربويين ومن قبل الباحثين والأخصائيين والاجتماعيين حتى مع الأهالي لإيجاد المحتوى التعليمي لهذا البرنامج وهذا أخذنا حوالي سنتين للتحضير إله عشان نبلش بالموسم الأول تم تصوير البرنامج هنا بالأردن كان الفريق كل ياته مزيج بين أردنيين وبين مجموعة أخرى من الوطن العربي نعم البرنامج الجزء الأول تم عرضه على الشاشات ومن ضمنها شاشة رؤية خلال السنة المرقات والسنة هاي تم عرض الجزء الثاني من برنامج سمسم برضو على الشاشات العربية ومن ضمنها برنامج بحطة رؤية نعم 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 نحن لما نخاطب الأطفال مرات نعتقد أنه الموضوع سهل ولكن بده بحث بده دراسة مع مختصين مع تربويين لأنه نتحدث عن برنامج بقدر ما هو ترفيه هو تعليمي بالمقام الأول والعديد من الأجيال كمان تربط على هذه الفكرة فلما نتحدث عن هذا البرنامج بالعديد من المغامرات اللي بتحاكي الأطفال بمختلف خلفياتهم الثقافية شو نوعية المغامرات اللي ممكن تعرضوا اللي ممكن نشوفها كمان ضمن هذا البرنامج يعني فيه زي ما بتعرفي أنه أنت أضفتي أنه هو البرنامج تعليمي ترفيهي بالتالي الهدف التعليمي هو الأساس بالبرنامج فيه مجموعة كثيرة من المغامرات حتكون موجودة بالجزء الثاني حيكون موجود بس موجاد وإلمه والشخصيات المعروفة لورشة سمسم زي كعكي وقرقور الأهداف التعليمية حتكون مطروحة بطريقة ذكية البرنامج جزء الثاني مكون من الفقرة الأولى هي عبارة عن دردشات موجودة فيديوية حاولنا نعمل التباعد لأنه إحنا صورناه بظل الجائحة بالإضافة للفقرة الكوميدية حسينا مدى أهمية عدم ذهاب الأطفال للأطفال للمدارس بهذه الفترة بالتالي التربويين كتير اقترحوا علينا أن نضيف فقرات تعليمية وكان من ضمن هذه الفقرات فقرة جديدة لتعلم الأحرف وفقرة خاصة بتعلم الأرقام بالتالي سيكون هناك نشاطات كتير ستكون هناك متعة بالمشاهدة بالجزء الثاني جميل جدا أستاذي أكيد معناته الوضع شوي كان غريب دعونا نحكي عنه العادة أكيد في أهداف بما أنه كمان أضفتوا أهداف تعليمية فالأهداف كلها بشكل عام للبرنامج إيش كانت وخصوصا علاقتها يعني بالكوفيد 19 والجائحة ومثل ما ذكرت حضرتك قدمت لموضوع أنه صار فيه إشي تعليمي طبعا هو زي ما حكينا من البداية البرنامج تعليمي كانت الاحتياجات من الباحثين بالميدان ومن الأهالي ومن الأخصائيين كتير التركيز على تعريف الأطفال بمشاعرهم نعم في عندنا مشكلة بالوطن العربي أنه أطفالنا ما بيستطيعوا يعبروا عن مشاعرهم بكل حلقة في شعور معين بينطرح وبنفس الوقت كان فيه استراتيجية للتعامل مع هذا الشعور بنفس الوقت حاولنا كثير أنه نجد فقرات أنه الأهالي يستطيعوا أنهم يتعاملوا مع الأطفال فيها بالتالي كان فيه نشاطات كثير مقترحة لتعريف الأباء كيف يتعاملوا مع الأطفال بهذه الفترة نعم أيضا إذا بنا نحكي أستاذ خالد يعني كل العالم حاليا يعيش حالة عدم اليقين لكن لما من يجي نعكس هذه الحالة على الأطفال هم بيكونوا الأكثر تأثرا ما في عندهم الأدوات والمهارات الصحيحة للتعامل مع المجهول مش عارفين بعد يوم شو القرارات اللي راح تكون موجودة شو المعطيات اللي راح تكون موجودة هذا أيضا كان ضمن خطتكم في التعامل وفيه إنتاج محتوى أهلا سمسم صحيح؟ صحيح بالجزء الثاني كان في عندنا تحدي كثير أنه كيف ننتج برنامج تعليمي ترفيهي بواقع الكورونا أو بجائحة اللي موجودة بالتالي كان في عندنا تركيز كثير أنه نعرف الطفل بالواقع اللي هو عايش فيه شو يعني تباعد اجتماعي زي ما حكيت بالبداية أنتجنا جزء كل دمية كانت موجودة بمكان منعزل بالزون تبعها بالمنطقة الخاصة فيها كانت تواصل كلياته من خلال البرامج الفيديوية وفعلا تم تصويرها بهاي الطريقة لأنه كان في عندنا حجر نعم بالتالي ما كنا منتحرك فعاد كل دمية كانت هي بتصور من بيتها وتبعت لنا المواد ونقوم بالمونتاج فيها وتجميعها الطفل يتعرف على الواقع نعم اليقين تبعه عرف شو يعني تباعد اجتماعي حاولنا تطرح أكتر من مسج أو من هدف غير مباشر بتعريف الأطفال شو الواقع أو اليقين اللي احنا عايشين فيه وين رايحين فيه نعم نعم مية بالمية أستاذي كمان نحب نتعرف شوي على الكاركترز أو الشخصيات الموجودة الشخصيات الرئيسية مين هي وشو شخصيات صوصا هم عم بيشاغبو هلا عم بيشاغبو قرقور عم بتشاغب نعم لا ما عم بشاغب قرقور ماتغ وشوا لو سمحتوا اننا مقابلة تلفزيون مقابلة تلفزيون احنا على الهواق نعم تلفزيون يا قرقور ماتشاغب لو سمحت حلا ذي هم يحكوا عنا رح نرام من دون صوت ماشي يلا بلى maybe خيليهم يحكوا عنا خليلو أستاذ يحكى عنكم ام حين لو عنهم därتموا uniform طبعا لجدا وأصدقاء كثير مع بعضهم الشخصيات اللي موجودة معنا زي أي برنامج من برامج ورشة سمسم عندنا الشخصيات الجديدة اللي بتمثل الطفل بالمنطقة بسمة وجاد بسمة عبارة عن دمية لونها بنفسجي بتحب الغناء موهوبة بالفترة بتستطيع أنه تخلق نغمات موسيقية بأي لحظة من خلال حركات معينة وممكن هاي النغمات ممكن يتعبر عن المشاعر تبعتها جاد قد يجي جديد على المنطقة حبته بسمة هو دمية صفرة عمرها ست سنوات منظم بحياته بحب الرسم وفي معاه ريشة ريشة الرسم اللي ورثها من جده جده أعطاياها بيحتفظ فيها إلى الآن وبستطيع كتير يعبر عن مشاعره برضو من خلال الرسم بالهوى بالتالي هو عنده قدرة سحرية بالرسم بالهوى طبعا هم أصدقاء وموجودين دائما مع بعضهم البعض هذا بالإضافة للشخصيات الكلاسيكية اللي موجودة معنا زي قرقور وكعكي وإلمو وباقي شخصيات ورشة سمسم العالمية نعم يعني إحنا نحكي لكم بالفعل جهد رائع مهم عم منقدم مضمون بحاكي عقول أطفالنا اللي المفروض أبدا بظل ما نعيش وما نستهين فيها عقدرتهم على استعاب المعلومة والتعامل معها كان في خصوصية أكيد بالأجواء الإنتاجية في موضوع الجائحة تباعد الاجتماعي كيف قدرتوا تحافظوا أنه ما يكون لا سمح الله في انتقال للعدوى والالتزام بالإجراءات الوقائية فحدثنا عن هذه الأجواء اللي كانت بالتصوير وأيضا لكل الأشخاص اللي حابين يتابعوا البرنامج كيف تحكينهم كان فيه تحدي كبير للتصوير زي ما حكيت بجزء الثاني ولكن الجزء الثالث بعد ما الأمور كان هو يهدية هدية الأمور وضعنا بروتوكول خاص للتصوير وهذا البرتوكول كان صارم جدا بحيث أنه كان فيه عندنا تقيض بالتباعد عدد الموجودين داخل الاستيديو بنفس الوقت عندنا طبيب دائما موجود بالديكور بالست بيفحص دائما ممنوع دخول أي شخص مشكوك بأمره والحمد لله أنه استطعنا أنه نخلص الجزء الثالث من هذا البرنامج وقريبا سوف يكون على شاشة رؤية هلأ إحنا بمراحل المونتاج الجزء الثاني زي ما حكيت لك عملنا كل واحد ببيته يعني كان تحدي كثير التزمنا بهذا البرتوكول والبرتوكول ساعد كثير من الانتاجات اللي موجودة بالأردن وكان موضوع من قبل الدولة وموضوع من قبل الهيئة الملكية للأفلام بالتالي التزمنا في التزام كامل وساعدنا ننتج هذا البرنامج أخذنا وقت اللي هي أيام الحجر نوقف ونرد نرجع ولكن بالنهاية تم إنتاج 26 حلقة جديدة من الجزء الثالث لبرنامج أهلا سمسم نعم أستاذ خالد بدي أسألك يكس سؤال بشكل عام لو سمحت من خبرة حضرتك انتاجات الأطفال بشكل عام شو رأيك فيها حاليا هل هناك انتاجات مناسبة للي عم بيصير فيه عقليات الأطفال عم تتغير يعني نحن دائما نحكي أنا بسمع الأهالي بشكوا من الانتاجات الموجودة للأطفال الحالية بشكوا من الكواليتي تبعها ومن المحتوى أحيانا ولكن أيضا عقليات الأطفال اختلفت مش عم تتقبل كمان أي شيء فشو رأيك بانتاجات الأطفال يعني المشكلة عندنا أنه الطفل العربي هو معرض للإنتاج الغربي معرض لإنتاج من وقعه الحالي بالتالي البرامج اللي عم بشوفها هي إما مدبلجة برامج يابانية بتعلموا على العنف والطيران بالعالم فضاء والديجيتال ما في برامج موجودة قليلة جدا البرامج الموجودة التعليمية الترفيهية زي برنامج أهلا سمسم وأهلا سمسم قائم على تاريخ طويل من ورشة سمسم لهم أكتر من خمسين سنة بينتجوا برامج حول العالم بالتالي ما عم بلبوا البرامج اللي موجودة احتياجات الطفل العربي وخصوصية الطفل العربي بطرح أي هدف تعليمي داخل هاي البرامج معظمها ترفيهية ما فيها أي هدف تعليمي ما بتأدي لها نتيجة أكيد ما عم من بالغ لما نحكي من أصعب البرامج ومن أصعب الحوارات هو الحوار الموجه للأطفال قداش بده يكون مدروس وقريب لقلوبهم وعقلهم شكرا إلى كل التوفيق فريق عمل كتير كبير كل التحاية طبعا لكم أستاذ خالد حداد حرفتنا نعم أستاذ خالد بس بالنهاية ذكرتلي أنه جاد يعني هو كان فيه موضوع العلاقات الأسرية أكتلي جاد هو بحب الريش تتبعوا لأنه أخذها من جده نعم نعم فهذا الموضوع صراحة يعني أثار شغلة فيه عندنا معايدة للأجداد فيه معايدة خاصة للجد شوكة الغول من حفيده معتز الغول وعمره 75 سنة فكل عام هو بألف خير نتمنى له الصحة والسلامة شكرا لأستاذ خالد لإلك وشكرا لوجودك معنا أهلا وسهلا